خلينا نبدأ حلقة اليوم من فوز الزمالك مبارح بالسوبر الافريقي والسوشال ميديا بتاعت النادي الاهلي اللي حصلت على صورة فيها احمد لاحمر بيشد لعب النادي الاهلي اهي 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 وقال لك جول حرام وصوبر حرام حرام عارفين بتاع حرام اهو اهو احمد لاحمر نجمي نادي الزمالك وما الى زي لكن في كل احوال احنا بنقول مبروك نادي الزمالك الفوز باللقب ويجب ان نتحلى بالروح الرياضية ما نعملش زي غيرنا ونقول ان دي كورة ودي رياضة واحنا ما كان في مشهد الامس هو صلاة المغرب جماعة بين لاعباي النادي الاهلي ولاعباي نادي الزمان اما فيما يخص العمل مبارح محمود عبد الرزقش كبالة بتاعت سبعة اتنين انا عملت الفلايف الصباحي قلت المسأل الشهير اللي بتقال الارعة بتتعايق بشعر بنت اخته لما واحدة تبق اارعة ومله هاش شعر تقول ده انا بتiliyor عندها شعرها جميل الارعة بتتعايق بشعر بنت اخته الارعة بتتعايق يعني اقولك يا سلام على شعري يا سلام على شعر بنت اخت فشكبالة سابق كرة خالص وراح للهند وقال لك سبعة واحد مش ستة واحد حاجات كده لطيفة وحاجات كده فيها مدعبات لكن أنا استوقفني حاجة كتبها صديق العزيز أحمد عويس في بوست عنده على الفيسبوك قال لك واشمعنا الشكبالة اللي عامل مشاك ليه جمهور النادر أهل العظيم مش هتمش في يوم الأيام حسن شحات ولا شاتم حتى فاروق جعف ولا شاتم حتى محمد صلاح ولا شاتم حتى عب حليم علي ولا شاتم حتى جمال عب حميد لا بس جمال عب حميد كان بيتشتم كده في حتة كده من الجمهور كان بقوله فلة وبتاعه كلام منه لكن وما شاتمش حتى حزم إمام الأسطورة ولا كابتن حمد أمام ولا شاتم يعني ما بيتشتمش الناس ولا دلوقتي بيتشتم مثلا نجم كبير زي كابتن طريق حمد ولا حتى الوينش ولا حمد عبد الشافي ولا يوسف أوبام ولا بيتجاوز في حق أحد هو اللي عندهم بالنسبة لهم اللي بيتطول عليهم هو شيكابالا وإمام عشو ده اللي جمهور ناديا اللي بيرد عليه لكن شيكابالا يذهب إلى المتطرفين والسبابين والشاتمين من جماهير نادي الزمالك المحترمة يقولون إن الزمالك جمهور محترم لكن هو بيذهب إلى فئة تدعمه وتسانده من السبابين واللعنين وللأسف هو يعني يشير وزرهم أمام الله إنه هو بدل ما يقول لهم بلاش كده بيشجعهم على الشتيمة لأنه هو بالنسبة لهم نجم فبالتالي بيزغل عينهم وبيكذب اه 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 لحظه كان بيشتم وانت قلت بالسان ما يا عم أنا قلنا إنه كان بيشتم وإحنا قلنا عمرنا إنه هو ما كانش بيشتم كان بيشتم شكابالا طبعا وانا قلت نشكابالا ما بيشتمش أنا عارف وبعليل حتى لما حب يتصور مع درع الدور جاب السجار يعني مخه هنا تعباني يعني مش مش نموذغ مش قضاء للشباب لكن في كل الأحوال هو اللي بيدخل نفسه في مشاكل وأزمات لكن رغم كده الأمانة تقتاضي الأمانة المهنية تقتاضي أنه أنقل أبو المعطزاك وقسطورة اليوتيوب يقول لكم أن تخفيف عقوبة شيكابالا سيتم الإعلان عنها يوم لتنين يوم الثلاث لاربع بالكتير يوم لتنين يوم الثلاث لاربع بالكتير هذا الأسبوع سيتم تخفيف عقوبة محمود عبدالرازي شيكابالا إن فيه تضارب بين تقرير مراقب المباراة اللي هو قال إن شيكابالا سب رئيس الاتحاد وقال له خدنا الدور غصب عنك يا أهلاوي زي ما كانت في تقريره وبين رئيس الاتحاد الذي قال أنه قال لي يا أهلاوي فيا أهلاوي دي ما فيهاش عقوب لكن خدنا الدور غصب عنك يا أهلاوي أسلوب الحدة وقدام الناس والغضب وكلام من ده وأنه هو تكرار إثارة الجماهير زي ما مكتوب في التقرير والتجاوز اللفظي في حق رئيس الاتحاد والتجاوز اللفظي في حق المسؤولين والمنظمين ده عامل دباجة كبيرة لكن شهادة رئيس الاتحاد أحمد مجاه تخفف عقوبة محمود عبدالرازي شيكابالا وتصدر بنهاية الأسبوع الجاري يا عم الحج أنا ما قلت لكش صلاحة وحفظ من أولياء الله الصالحين ولا فيه حد من أولياء الله الصالحين دي كورة وده بيناغش وده بيرد عليه ده بيناغش وده بيرد عليه يا عم صلى على النبي وأنا قلت لك أن ده من أولياء الله الصالحين يعني ما فيه حد من أولياء الله الصالحين والولي أو الولي الصالح يعلمه الله وحده فما فيه حاجة اسمها أن ده من الأولياء لا 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 ما فيه حد من الأولياء وربنا يهدي الجميع وربنا يهدي الجميع ويعني يا لكن ما فيه حاجة اسمها من أولياء الله لكن إحنا بنفتخر باللعبة المؤدبة اللعبة المحترمة اللي زي حزم إمام في الزمالك اللي زي محمد عبدالشافي اللي زي يعني اللعبة المحترمة زي عبدالحليم علي لعب المؤدبة المتربية زي كابتن تامر عم حميدي الباك رايد يعني اللعب المؤدبة المتربية احنا زي الأسطورة حسن شحاتها وفارق جاع فارقه حتى بيلعب كان راجل مؤدب وراجل محترم عمره ما شتم حد ولا لاي حاجة سيبك من نواقه اللي ان الحكام كانوا بيخيرونا في أفريقيا بين ضربات الجزاء وبين طرد واحد والكلام اللي قالوا على الهوى ده ده موضوع يخصه هو وهو قدر به واعلم به لكن انا بكلمك فيه مسألة مهمة وهي ان الأدب فضلوه عن الموهبة الأدب فضلوه عن المهارة الفنية العالية الأدب فضلوه عن العلم نفس عن العلم نفس لكن رغم كده أرجع وأقول لك ورغم النحمد الأحمر شادد اللعيب أرجع وأقول لك ما فياش حاج الزمالكة العمر متفوق في كرة اليد على النادي الأهل الزمالك متفوق في كرة اليد على النادي الأهل زي ما الأهل متفوق في الكرة الطائرة على الزمالكة العمر دي تتقال ودي تتقال وإحنا يهمنا كمصريين أن ممثل مصر في كأس العلم للأندية لقرة اليد يشرف مصر زي ما الأهل في كأس العلم لقرة القدم بيشرف مصر وأفريقيا وبيطلع تالية العالم إحنا عزين اللي يشرف مصر يعني ما يجراش حاجة فالزمالك والأهل حاجة واحدة الزمالك موفق في كرة اليد ورايح يشرف مصر في السعودية والجالية المصرية في السعودية ستسند وتدعمه وأولها جماهير الناد الأهلي العظيمة المحترمة الوطنية في كل مكان زي ما الناد الأهلي بيشرف مصر في كأس العلم للأندي رايح لعشر مرة كأس العلم للأندي عاوز إيه تاني عشر مرة ولا ما العرف عشر ما كانش متطبق زمان في القرن العشر ما كانش متطبق أظن سبع مرة أو سادس مرة ففي الآخر إن هنا عادي الزمالك موفق في كرة اليد لكن هم نتكلم في الكرة والكرة اليد والكرة الطائرة والكرة السلة حاجة على هامش السيرة ليست حاجات أساسية يعني يتابعها جمهور الآلة وجمهور الزمال اللي بيتمسك اللي بيشجع بيشجع كرة يا أهلي يا زمال الباقي بقى بعدك صلطاته بابا غنوك صلطاته بابا غنوك لكن إحنا فرحانين إن الزمالك يعني ربنا وفقه للبطولات بعد ما تولى رئاسته رجل محترم هو حسين بيك لبيب الرجل عفيف اللسان وبلعبه كرة وبيدير بشكل رياضي وهو أصلا لعيب هندبول وما إلى ذلك فبالتالي وجون جاي في الثانية الأخيرة في الثانية الأخيرة وجون مشبوه وجون إن الجمهور الجمهور قال لك جون حرام هدف حرام وجاب لك الصورة دي لحمد لحمد أهوت وهو بيشد المدافع أهو أهو ماشي أهو لكن في كل الأحوال عادي عادي ما فيش مشكلة المهم إن يعني إيه البطولة في مصر والبطولة مصرية وبالتوفيق لنادر الزمان في كاسة عامل للأندية في المملكة العربية السعودية إن شاء الله وهارد لك للنادر أهلي اللي قدم مباراة قمة الروعة مباراة تقدم فيها النادر أهلي أعتقد إن فارق الخبرات فارق الخبرات واللمسات هي اللي قدت بفوس نادر الزمان بكلنا نقول لأ ليه أهلي طول الجيم متقدم طول الجيم الأهل المتقدم على الزمالك طول الجيم الأهل المتقدم على الزمالك لحد ما جينا عند 24 وبدأ فارق الزمالك 26-24 بدأ يفرق وبقيم بقت 26-26 بقت 27-26 27-27 واربع ثواني وتلعبت ليه يحيى الدرع وشاط ومن وراء كده الكابتن أحمد الأحمر وهو واحد من أساطير كرة اليد اللي بنحترمها ونقدرها وبنقدر موهبتها بيرتكب هذا الفاول والحكام خدوا يعني بنالوا عتاب شيء جدا من المسؤولين في الانتحاد الأفريقي لكرة القدم على هذا الأمر لأن دي أنهت البطول دي لو معمولة تتحسب فاول على أحمد الأحمر ونلعب ونشوف بقى مين يكسب الأهل أم الزمالك لكن في كل الأحوال يعني يعني البطولة في بيت البطولة في بيت يعني البطولة في بيت ما جراش حاج قاله الزمالك حاجة واحدة لكن شيكابالا هو اللي سخن الدنيا طلع يعني على طريقة القرعب تتحالب شعر بنت اختها قال لك سبعة اتنين وسبعة شامبيون يا عم كنت تعمل السبعة دول في أفريق يا عم فرح جمهورك العظيم بدور الأبطال الأفريق يا عم ده أنت يعني يعني مفترض بإمكانياتك وموهبتك دي كنت تبقى في منطقة تانية في العالم كل في العالم كل لكن أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد هارد لك للنادي الأهلي مبروك لنادي الزمالك وأنا أتمنى أن يشرفنا في كأس العالم لكرة اليد بالمملكة العربية السعودية مثلما يشرفنا دائما النادي الأهلي في كأس العالم لكرة القدم وأخيرها الفوز بالمدينة البرونزية بعد التفوق والتألق والإبداع على نادي بالمراسي البرازيلي في حضور أنقل لبو المعات زيك أسطورة اليوتيوب في الملع